سلامات حبايا بعيدا عن الكرات الساخنة والباردة وغش اليوافة قبل قرعة دور الستعاش من دوري ابطال اوروبا قررنا ان احنا هون عنا بالقناة نعمل قرعة دور الستة عشر من دوري ابطال اوروبا لكن لوحدنا نشوف شو هي حظوظ كل الفرق وكيف رح تمشي الامور وبعدها عن جدحة نحلل القرعة وكأن الموضوع مشي بشكل رسمي بدون ما اطول عليكم عطينا اللايك العنيف بسرعة رهيبة جدا لان الفيديو حيكون مختضب وسريع خلينا نبلش بسرعة بقرعة دور الستة عشر من دوري ابطال اوروبا الخاصة فينا نحطية بسم الله بدون ما اطول عليكم مثل ما اكون شايفين حاليا المتأهلين الستة عشر الموجودين معنا هن كانوا اوائل المجموعة على النحو التالي باير ميونيخ ارسنل ريال سوسداد ريال مادريد التاديكو مادريد بروسيا دورتموند وكذلك برشلونا والسكاي بلوز مانشستر سيتي بطل النسخة السابقة اما الثواني فكان عنا كوبينهاجن كانجاز تاريخي من زمان ما اتأهل الى الدور الستة عشر كان عنا بي اس في ايندهوفن كان عنا نابولي كان عنا انتر ناشيونالي واللي طبعا طلع تاني بعد ريال سوسداد هو ربما واحد اذا ما كان اعطى خصم على مستوى ثواني المجموعات عنا لازيو عنا بي اس جي باريزي جيرمان الطموح واللي كاد ان يخرج لكنه لم لم اراقه باخر مباراة عنا بورتو العنيد عنا اكيد ايربي لايفزيج بيكدوا الاحوال من شروط قرعة الدور الستة عشر انه ما يكون في فريقين من ذات الدولة طيب غيره ما يكون في فريقين من ذات المجموعة بدور المجموعات طيب غيره وانه ما يكونوا اوائل مع بعض يعني لازم يكون حصرا الاوائل مع التواني التواني مع الاوائل وما يكونوا من ذات الدولة وما يكونوا كانوا بذات المجموعة فقط الشروط بسيطة جدا فلذلك تعال روح نشوف هذا السيموليشر اللي هو بيعطينا تقريبا محاكات لقرعة الدوري أبطال أوروبا كيف حتمشي الأمور معنا بسم الله تعالوا نبلش بالقرعة حط لي توقعاتك قبل ما بلش أنا بالقرعة بسرعة عد للعشرة لأني رح أبدأ وما رح طول أبدا هنبدأ على بركة الله Start Start يلا هنشوف أول فريق مين هيختار معنا ننزل نعطي أول فريق أخده معنا هو الريال مدريد طيب ريال مدريد ريال مدريد أكتر نادي أخد دوري أبطال أوروبا حنشوف طبعا عنده عدة أندي يمكن يجي معها مثل ما بنعرف خلينا نشوف مين هيجي بسم الله ريال مدريد ريال مدريد بورتو مواجهة عنيفة على فكرة ريال مدريد مع بورتو بتكون مواجهة عنيفة كتير مانا قليلة أبدا لكن بعد شوي حنحل الحظوظ كل الفرق بالتأهل من هاد الدور شوفوا من هلأ أرصنا المتأهل مع مين ما يجى يعني أرصنا المتأهل من الآن حتى ما نتزعل مع بعض يعني بدور ما نبلش أحكي بمنطقية أكتر لكن خلينا نكون متفقين أنه أرصنا سيتأهل طيب نعطي فريق الثاني ريال مدريد بورتو جيرو أرصنا المعمين أرصنا المعمين هيجي معمين هيجي طبعا عنده جميع الفرق ممكن يلعب ضدهون بس اثناء فقط بأس بايندهوفن بس ما عنده ولا فريق تاني يعني كل الفرق ممكن يلعب معهون اختار لنا نشوف أرصنا المعمين نابولي واو يعني أشوى مهم وإنتر ميلان مهم وإنتر ميلان طيب شكرا خلينا نروح نشوف النادي اللي بعده يلا دراوينج بحث بحث ريال السوسيداد من أمتع الفرق بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بكل أمانة تعالي نشوف النادي الممتع مع إيمانويل ألقو السيل مع مين حيأتي بدور الستر عشر يلا مع مين مع مين بي از في ايندهوفن واو لا مواجهة حلوة مواجهة حلوة بالمتناول بالنسبة لريال السوسيداد خلينا نشوف اللي بعده مواجهة الرابعة مين حيكون معنا حيكون معنا بارسلونا جمهور برشلونا مين تتوقعوا خلينا نشوف يلا عطينا يلا عطيجا مهور برشلونا عاطي لا يبزج وحنيفة المواجهة عنيفة ومانا قال لي لعب برشلونا بس أفضل ما أنك يعني ميح 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 يعني لا بزج ميح خلص بتمشي أمورك برشلونا ها لازم تمشي أمورك قدر الأمكان يعني كل أحوال خلينا نشوف نادي اللي بعده بارسلونا لا يبزج شوفي بعده باير منشن لأ موما برشلونا لا تخافوا باير منشن باير ميونيخ عملاق أكيد مع لازيو ووو مواجهة بالمتناول لاتسيو ميت أكلينيكيا حرفيا بهذه الفترة يعني أنا دائما بقول أنه دور دوري أبطال أوروبا بيبلش معي من دور 8 على فكرة أنا هي وجهة نظر الشخصية خلينا نشوف لبعده يلا مواجهة رقم 1 2 3 4 5 6 بروسيا دورتموند هاتلا نشوف مع مين دورتموند بلش دورتموند مع كوبين هاجن مع نادي كوبين هاجن حلو كوبين هاجن يعني مواجهة نوعا ما لطيفة لا بأس فيها خلينا نشوف اللي بعده مواجهة السابعة انتر ميلان نشوف انتر ميلان مع مين حيأتي انتر ميلان عطينا انتر ميلان انتر ميلان انتر ميلان منشستر سيتي تكرار لنهائي دور ابطال اوروبا السنة الماضي يا جماعة يعني لقاء مرعب لقاء مرعب 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 طيب خلينا نشوف هلا من حل البعض شوية خلينا نشوف خلينا نشوف باريس سن جرمان bقي عنده طبعا خيار واحد ما في غيره بكل تأكيد طبعا واللي هو نادي أتليتيكوم مدريد مواجهة نار وشرار يا ترد سيميوني حيدافع ولا حيلعب مثل ما أميلعب بطريقة هجومية هذا الشيء الله أعلم ما نعرف كيف حيصير بالمستقل في كل الأحوال مثل ما أكون شايفين حاليا هاي هي قرعتنا أحباء الكرام الأول شي حطوا لي أراكم بالقرعة لا تقولوا لي قرعة نزيهة وخلص مبيني أنه نزيهة مبيني مبيني يعني مبيني يعني ما أنا موجهة أبدا 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 ولا قرات ولا بطيخ ولا شيء خلينا نشوف تحليل سريع للقرعة لنفترض أنه عن جد زبط هيكي ريال مدريد و بورتو مواجهة عنيفة كتير ريال مدريد حيكون بهذاك الوقت طبعا بعد شهرين لنفترض أنه نحن حتلعب الآن منطقيا يعني مثلا أنه الآن حتلعب ريال مدريد مع بورتو مواجهة ما حتكون صعبة كتير عفكرة بالنسبة لريال مدريد لكن ما هي سهلة يعني ما هي بالموتناول مية بالمية لكن خصم جيء بالنسبة لنادي ريال مدريد ما هو هذا الخصم العنيف بالنهاية ريال مدريد أنا بعتقد أنه دوري أبطل أوروبا يبنش معه من دورة 8 اللي هو الدور القادم إلا لو حصلت أي مفاجأة أو كوارث بالنسبة لريال مدريد ويعني ضربته كمية إصابات سوء توفيق ما إلى ذلك لكن بورتو أتوقع أنه ما هيكون الخصم اللي يعزب كتير نادي ريال مدريد أتوقع الأمور سالكة نوعا ما أكتر من 60-65% بعطي لريال مدريد بهذه المواجهة أما المواجهة الثانية أرسنل ونابولي بدون كلام أرسنل حيث أهل من الآخر يعني اتفعنا أنا وياكم قبل ما يبدأ الفيديو أو قبل ما نبدأ القرعة أرسنل حيث أهل من الآخر يعني شو ما صار نحن بدأ نشوفها بدورة 8 يا جماعة الخير لكن إذا بدنا نحكي جد فعلا نابولي ما هو الفريق اللي حيكون مزعج كتير ما هو الفريق نابولي لسنة الماضية هي حتى نكون واقعيين أكتر هو ما أنه نابولي سنة الماضية وما أنه النادي اللي عم يعزب الخصوم بكل أماني أرسنل حيقدر يتعامل مع هين وعين من الفرق حيسيطر على المباراة غالبا وبشوف أن حظوظه أعلى نوعا ما خاصة إذا حافظ على هاد السكواد وظلت أموره بالسليم 100% ماشية فبتوقع أن المباراة نوعا ما أميل أو المواجهتين هيكونوا أميل بالنسبة للأرسنل وتحديدا أكتر على أرضه أما المواجهة الموالية فهي طبعا ريال سوسيداد مع PSV أيندهوفن مواجهة يشوفه حتى تجمع نوعين من الفريقين أيندهوفن الفريق اللي بيلعب بطريقة حادة أخده رد معاك حاليا يعني تقريبا أيندهوفن عم يمشي بهذا الستايل من اللعب مقابل ريال سوسيداد الفريق اللي بيقدم كرة قدم ممتعة ومرن جدا وعنده كتير من الأفكار فبالمجمل أيندهوفن هيعزب ريال سوسيداد على أرضه بهولندا غالبا لكن على أرض سوسيداد حتنحسم المعركة وحيتأهل سوسيداد نعم أما المواجهة اللي بعدها فهي برشلونة ولا يبزج والله أنا خايف أحكي يا جماعة أقسم بالله لكن من حسن حظ برشلونة من حسن حظه أن المواجهة حتكون بعد شهرين يعني لو الآن مباشرة أنا بحكي لك لا يبزج حيتأهل نعم لا يبزج حيتأهل لو المواجهة الآن لكن من حسن حظ برشلونة بأن المواجهة حتكون بعد شهرين فلذلك برشلونة معه فترة يذلمل مع أوراقه يزبط أموره يحاول يتخلص من كل هذه المشاكل والأجواء السلبية اللي تحيط والفريق بالفترة الحالية قبل قراءة دورية أبطال أوروبا وإلا حيكون الموضوع سيء جدا 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 بالنسبة للنادي الكتالوني اللي مطالب يوصل لدور 8 مشان ياخد أكبر قدر من العوائد المالية الممكنة بالنسبة للمواجهة اللي بعدها واللي هي بايرامينيخ و لاتسيو المواجهة ما بتوقع نصير فيها كتير من التغيرات لاتسيو ما عم يقدم موسم جيد حاليا بالمقابل بايرامينيخ في ناسق تصاعدي نوعا ما عنده مشكلة عن المستوى الدفاعي وهذا الشي لما سناك اللياتنا وبتكلم عنه من فترة أنا مشكلة بالعمق بتصل ببعض الأحيان أو بعمق الدفاع بشكل عام بعمق المنظومة الدفاعية لكن بالمقابل بالمجمل عفوا بايرامينيخ قادر أنه يتخطى لازيو ما أحلالا ونحن عم تكلم كأنه عن جدأل والله هيك طلعت القراءة ومشيت أمورها بكل أحفال بايراميخonzاري أهل دورتموند كوبينهاجن كوبينهاجن عامل مفاجئة وقدم دور مجموعات أكثر من رائع الفريق عامل انتفاضة عم يلعب يروح المجموعة بشكل ممتاز جدا بروساء دورتموند الفريق اللي مره فوق ومره تحت مره فوق ومره تحت بتشعر فيه تخوفات منه بكل أماني هاي المواجهة هأعطيه 50-55 بالنسبة لcontrol مند 45 بالنسبة لكوبينهاجن هتقالي معاول يعمل شي كوبينهاجن أمام دورتموند نتيجة إيجابية قدر الأمكان من الدنمارك وإلا أما المواجهة الحديدية على مستوى دورة 16-38 معنا أكيد نيرازوري انتر ومانشستر سيتي لو المواجهة أقيمت اليوم الانتر حيتأهل ما حابلغ وقول ذهابا إيابا ما بدي بالغ وكسر مما أديث يعني جمهور الستي لكن لو اليوم أقيمت المباراة حيتأهل الانتر مباشرة لكن كونه فيه شهرين حيكون فيه استرجاع للمصابين حيسترجاع الستي أموره وإذا كان بجاهزيته أعتقد لازال الستي قادر يتعامل مع هذا السيناريو هأعطيهم 55-50 لكن لو أقيمت المباراة اليوم انتر حيتأهل أنا هيك بحكيها لكن 50-50 حظوظهم متساوية بشكل كبير جدا المواجهة الأخيرة PSG Atletico Madrid PSG Atletico Madrid فريقين عام يلعبوا كرة قدم جيدة باريسن جرمان لحد الآن بمستوى ونسق تصاعدي أموره مشروعه جيدة في بعض الأمور والثغرات هون وهون كان في بعض المشاكل الإعلامية بخصوص مطابيا بالفترة الأخيرة تقريبا الأمور انطفت في تركيز أكتر على الملعب بأرضية الملعب واضح هذا الشيء من إعلام باريس بشكل عام الفريق عام يمشي ومسأل عن حدا وعم يشتغل على مهله برابا باريسن جرمان ممتاز جدا أموركم ممتازة بشكل عام كنت بخطر الخروج لكن برابا عليكم بالنهاية تستحق الوصول بك التأكيد أتلكم مدريد أنا قدم موسم أكتر من رائع وطفرة كروية بالنسبة لي على المستوى الشخصي بكل أمانة أتلكم مدريد أنا معجب جدا بكرة القدم اللي عام يقدمها لو لعبة المباراة اليوم بدون مبالغة حتى هاي المواجهة أنا بعطيها نعم 50-50 يعني صار عندي تقريبا ثلاث مباريات عطيتهم 50-50 بتوقع نعم ثلاث مباريات إذا ما خانتني الذاكرة بدي رجح حدا لو أتلكم مدريد لعب اسلوب الهجومي هيتأهل لو أتلكم مدريد انكمش ولعب على كونتر اتاك لا صعب صعب وحيروح باريس الجرمان هو اللي يتأهل فالموضوع معتمد على السياق المباراتين كيف حيمشي سواء بباريس أو حتى بمينيلة مدريد نفسها شفتيني ما أحلاني وأنا عم حلل القرعة وكأنه عن جد تظهرت وطلعت هيك نتائجها حطولي أراكم بالتعليقات شوفك أنا على خير إن شاء الله والسلام